السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكو يا ولاد عامين النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض درس قراءة النهاردة في الوحدة الثانية الدرس الاول بعنوان لو انني ضابط شرطة تعالوا يا ولاد احكي لكم حكاية كان فيه استاذ اسمه احمد دخل الاستاذ احمد الى الفصل وحية تلاميره وهو مبتسم والاولاد ردوا التحية بابتسامة اكبر طيب تعالوا يا ولاد نشوف سر الابتسامة دي طرى الاولاد حيوا بقى الاستاذ بتاعهم بابتسامة اكبر ليه سر الابتسامة دي ايه ده؟ ده النهاردة يوم الخميس ويوم الخميس ده موعد انعقاد برلمان الفصل الاسبوعي من اجل مصر يبقى يوم الخميس ده معاد اجتماع برلمان الفصل الاسبوعي بعنوان من اجل مصر البرلمان ده اولاد بتعامل كل اسبوع عشان كده اسمه برلمان الفصل الاسبوعي بتعمل يوم خميس طيب الاستاذ ده قال انا حضرت ليكم مفاجأة واخرج من جايبه عدة ورقات صغيرة ورقات دي تصغير كلمة ورقة يعني ورقة صغير اخرج من جايبه عدة ورقات صغيرة وقال لهم هتلاقوا في كل ورقة وظيفة مقترحة وحد فيكم هيختار ورقة وهيجيب عن السؤال المكتوب عليها وعن اي اسئلة هيرقيها عليه زملائه بخصوص هذه الوظيفة تعالوا بقى ياولاد نشوف على من وقع الاختيار وايه المهنة او السؤال اللي لقاه في الورقة تعالوا كده نشوف الاول الفقرة الاولى من الدرس دخل الاستاذ احمد الى الفصل حيا تلاميذه مبتسما خلي بالك هنا حيا فعل حيا هنا فعل بمعنى قدمت حيا غير حيا كائنا حيا كائنا حيا حيا دي يعني عايش عكس الموت الحياة معنى الحياة عكس الموت حيا اسم انما هنا حيا تلاميذه يعني قدمت تحية وهنا فعل رد التلاميذ التحية بابتسامة اكبر وجمع اكبر اكبر قال الاستاذ اعرف سر ابتسامتكم هذه فاليوم الخميس موعد العقاد برلمان الفصل الاسبوعي وبرلمان يا ولاد يعني مجلس للتشريع وسن القوانين موعد العقاد برلمان الفصل الاسبوعي من اجل مصر زي اجتماع كده يا ولاد وقد قعدت لكم مفاجأة رائعة ثم اخرج من جيبه عدة ورقات صغيرة مطوية مطوية يعني ملفوفة عكسها منشورة او مبسوطة وجمعها مطويات قائلا ها هي ثم اضافة سوف تجدون في كل ورقة منها وظيفة مقترحة وسيقوم احدكم باختيار ورقة ثم يجيب عن السؤال المدون عليه المدون عليه يعني مكتوب عليها يعني مكتوب او مسجن طبع عكسها ايه الممحو وعن اية اسئلة يلقيها عليه زملائه بخصوص هذه الوظيفة من منكم يحب ان يبدأ تعالوا بقى نشوفوا على من وقع الاختيار وقع اختيارنا على زميلنا مصطفى ليكون اول من يتخذ مهنة من المهنة المكترحة وسحب مصطفى ورقة فاذا بها السؤال التالي لو انك ضابط شرطة ماذا ينبغي عليك ان تفعله تعالوا بقى نشوف يا اولاد مصطفى رد على السؤال ده وقال ايه وهل احسن الرد ولا لا صمت مصطفى برها برها يعني فترة قليلة من الوقت يا اولاد وبرها جمعها برها ثم برأ كلامهم قائلا لو انني ضابط شرطة لجعلت الناس كلهم سواء سواء يعني متساويين سواء يعني متساويين امام القانون بلا تفرقة او تمييز ارد الحقوق لاصحابها وقبط من يقترفون الجرائم يقترفون يا اولاد يعني يرتكبون يرتكبون عكسها يقتنبون الجرائم واحاول منع حدوث الجريمة قدر استطاعتي استطاعتي عكسها عجزي يبا هنا يا اولاد يجي سؤال ويقول لك ما واجبات ضابط الشرطة كما قالها مصطفى او كما تحدث عنها مصطفى واجبات ضابط الشرطة ايه يبقى اول حاجة ان يجعل الناس كلهم كلهم يا اولاد سواسية يعني كلهم واحد ابن الوزير هو ابن الغفير تمام بلا تفرقة او تمييز يبقى اول حاجة يا اولاد هيجعل الناس كلهم سواء يعني متساويين امام القانون بلا تفرقة او تمييز اثنين يرد الحقوق لاصحابها تلاتة يضبط من يرتكبون الجرائم ومش بس كده اربعة هيحاول انه هو يمنع حدوث الجريمة قدر استطاعته يبقى واجبات ضابط الشرطة اربعة كما تحدث عنها مصطفى تعالوا بقى هنا يا اولاد زميل محمد هيسأله سؤال تعالوا نشوف السؤال بتاعه فسأله محمد واذا مثل امامك مثل يا اولاد يعني وقف واذا مثل امامك متهم فما موقفك ها ها هم قل لنا بقى زميل امامك متهم فما موقفك اجابا مصطفى المتهم بريق حتى تثبت ادنته المتهم بريق طب ازاي مثل المتهم بريق ايوة بريق بريق طالما الاتهام او الجريمة ما ثابتتش عليه يبقى المتهم بريق للحد امتى بقى حتى تثبت ادانته ادانة يعني اتهام إدانة يعني اتهام عكسها إيه أولاد؟ براءة إبقى إدانته يعني اتهامه عكسها براءته يبقى المتهم بريء حتى تثبت إدانته طب يا مسبع إذا ثبت إدانته نعمل إيه فيه نعزبه بقى؟ ونعمل معاملة سيئة؟ هقولك لأ إذا ثبت إدانته فهو يستحق معاملة طيبة لأنه إنسان وعلى المجتمع أن يأخذ حقه دون تجاوز أو قصوة ما كده كده المجتمع هيأخذ حقه منه بالقانون طالما هو هيأخذ حقه منه بالقانون فهو فيش داعي إن إحنا نتعامل معاه معاملة سيئة ونعزبه ما ينفعش إن إحنا نتجاوز ونبالغ فيه أولاد في معاملة المتهم ده جبه هنا السؤال مهم جدا إزاي ضابط الشرطة يتعامل مع المتهم؟ هردوا نقوله المتهم بريء حتى تثبت إدانته طب وإذا ثبتت إدانته؟ فهو يستحق معاملة طيبة لأنه إنسان طب المجتمع يميس هيتعامل إزاي مع المتهم؟ على المجتمع أن يأخذ حقهم بس إيه؟ دون تجاوز أو قصوة؟ تجاوز يعني مبالغة أو زيادة تجاوز يعني مبالغة أو زيادة يبقى على المجتمع أنه يأخذ حقه بس إيه؟ من غير تجاوز أو قصوة طيب وهنا أولاد هيبتدي بقى زميل آخر يسأل مصطفى أيمن سأل أيمن وهنتو عامل الجمهور باستعلاق وتكبر؟ استعلاق يا أولاد يعني إيه؟ يعني تكبر عكسها توضع استعلاق يعني تكبر أو تعالم عكسها توضع تعالوا شوف مصطفى رده وقاله إيه؟ أجاب مصطفى بسرعة كلا كلا دي خلي بالك يا أولاد ده حرف ردع حرف ردع ردع بالدال حرف ردع ونفي بمعنى لا أو أبدا تمام؟ قال له كلا لقد ساقبني ظروف عملي أن أرى شؤون الناس الذين يحتاجون إلي فأنا لأرد أن يعاملني أحد بجفاء وتكبر جفاء يا أولاد يعني غلظة وإعراض طبع عكسها إيه؟ لطف، مودة، صفاء وما لا أرضاه النفسي لا أقبله لغيره ولذا فإنني سأعامل الجمهور بكل احترام وتقدير يبقى هنا يا أولاد إزاي ضابط الشرطة هيتعامل مع الجمهور؟ إحنا تكلمنا قبل كده وقلنا ضابط الشرطة هيتعامل مع المتهم إزاي؟ قلنا المتهم إيه يا أولاد؟ ها؟ بريء حتى تثبت إدانته وإذا تثبت إدانته فهو إيه؟ يستحق معاملة طيبة لأنه إنسان طب المجتمع يتعامل مع المتهم إزاي يعزبه يا أولاد؟ لا طبعا على المجتمع أن يأخذ حقه بس إيه؟ دون تجاوز على المجتمع أن يأخذ حقه دون تجاوز أو قصوة طيب ضابط الشرطة هيتعامل مع الجمهور إزاي يا أولاد؟ حكتين واحد يرعى شؤون الناس اتنين يعامل الجمهور بكل احترام وتقدير دون جفاء وتكبر تعالوا نشوف بقى كده يا أولاد في النهاية إيه اللي حصل؟ صفق أعضاء البرلمان لمصطفى على إجاباته طيب دون أعضاء البرلمان وما للأستاذ أحمد عمل إيه؟ اتسم الأستاذ أحمد وقال لقد أحسنت التعبير عن قيامك بوظيفة ضابط شرطة بصورة مشرفة مشرفة عكسها مسيئة هنا سؤال ممكن نجيلك يقولك كان لأعضاء البرلمان والأستاذ أحمد موقف من إجابة مصطفى وضح أعضاء البرلمان عملوا إيه يا أولاد؟ هنقول صفق أعضاء البرلمان لمصطفى؟ طبعا إعجابا بإجابته طبعا إستاذ أحمد عمل إيه؟ ابتسم وقال لقد أحسنت التعبير عن قيامك بوظيفة ضابط شرطة بصورة مشرفة تعالوا نكمل كده ثم التفت إلينا قائلا وأنتم أيها الأعضاء لقد كانت أسئلتكم واعية ومنتازة ومنتازة إنني أشكركم جميعا وأعلن نهاية جلستنا اليوم وبينما نحن نغادر الفصل قالت إيمان محيية مصطفى على سبيل الهزار يعني والدحك يا أولاد كل شيء على ما يرام يا حضرة الضابط فضحتنا جميعا وعلت البسمة وجوهنا وهنا يا أولاد علت البسمة علت يعني ارتسمت أو إيه أو ظهرت عكسها اختحت وكل شيء على ما يرام يرام يعني يطلب أو يراد أو يرغف وهنا ممكن يجي سؤال يقول لك بما علق الأستاذ أحمد على أعضاء البرلمان مش الأستاذ أحمد علق على إجابات مصطفى وابتسم وقال إنه أحسن التعبير عن قيامه بوظيفة ضابط شرطة بصورة مشرفة طيب ايه تعليقوا بقى على أعضاء البرلمان قال لهم ايه كانت أسئلاتكم واعية ومنتازة طيب لماذا ضحك الجميع عند مغادرتهم الفصل يا أولاد لأن إيمان حيت مصطفى وقالت له ايه كل شيء على ما يرام يا حضرة الضابط جميل طيب يا أولاد دلوقتي نشوف مع بعض ما الصورة المثلة التي رسمها الدرس لضابط الشرطة يبقى هنجمع كل حاجة بقى عن ضابط الشرطة أول حاجة هنه يجعل الناس كلهم ايه يجعل الناس كلهم سواء أمام القانون بلا تفرقى أو تنميز ها فاكريني واجبات ضابط الشرطة اتنين يرد الحقوق لأصحابها ثلاثة يضبط من يقترفون الجرائم مش بس كده ده هيعمل ايه كمان أربعة يحاول منع حدوث الجريمة قدر الايه الاستطاعة طيب هنا مش بيقولك ايه واجبات ضابط الشرطة هنا بيقولك ايه الصورة المثلة بقى اللي رسمها الدرس لضابط الشرطة فهنجمع أكتر من كده ايه كمان عرفنا عن ضابط الشرطة النهاردة ها رقم خمسة يعامل الجمهور بكل احترام وتقدير دون جفاء او ايه او تكبر طيب وايه كمان هيعمل المتهمين ازاي معاملة طيبة هيعمل المتهمين معاملة طيبة لانه انسان المتهم ده انسان وكده كده القانون هياخد ايه هياخد حق الانسان اللي ارتكف فيه الجريمة خلاص فمفيش داعي ان احنا نتعامل مع المتهمة بصورة سيئة لانه انسان رقم سبعة ضابط الشرطة بيرعى شؤون الناس وبيهتم بيها طيب وفي نهاية الدرس ياولاد تعالوا نعرف مع بعض اتعلمنا اين اول حاجة ان احنا نشارك في بناء الوطن ونقدر دور رجال الشرطة في حفظ الامن ولازم نعرف ان في كل مهنة فيها الوحش والحلو وما نخلطش الامور ببعض عشان انا لقيت حاجة وحشة يبقى هقول ان المهنة دي كلها وحشة ورجالها وحشين تمام ياولان يبقى نقدر دور رجال الشرطة في حفظ الامن لان زي ما فيه ناس مش كويسة فيه ناس ايه؟ كويسة وفي اي مهنة مش في مهنة رجل الشرطة فقط اتنين الا نتنازل عن حقوقنا فلكل فرد في المجتمع حقوق وعلي ايه؟ وعليه واجبات ويا ريت ياولاد كل واحد هو بيدور على حقه لازم يفتكر الواجب اللي عليه ترجمة نانسي قنقر